اللي النبي قال الإيمان بضع و سبعون شعبة أو ستون شعبة رويتين للحديث يعني أعلاها أعلى شعبة من شعب الإيمان قول لا إله إلا الله إعلان الوحدانية لله لا إله إلا الله لا معبود بحق سوى الله وله كل شيء بيده الخير شوف إزاي كل اللهم مالك الملك هو اللي بيملك سبحانه وتعالى شوف وله كل شيء سبحانه جل في علاه يبقى أعلى شعبة من شعب الإيمان لو استقر في قلوب الناس لو استقر في قلوب الناس دخل الإيمان و انت عارف أنه لا إله إلا الله هو المعطي هو الرزاق هو اللي بيسطر هو اللي بيشفي رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني و يسقين و إذا مردت فهو يشفين و الذي يميتني ثم يحيين و الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربنا يا سلام لو دا استقر في قلبك هتبقى ملك ولا ملك من ملوك الدنيا هتبقى مطمئن النفس مستريح البال ما عندك شيء مشكلة لن يحدث شيء في ملك الله إلا بمراد الله الموضوع انتهى إيه اللي هيحصل يعني ولا حاجة إيه أقصى حاجة ممكن دا حصل ولا حاجة لأنه ما يعذب عن ربك مثقال ذرة أقولك على حاجة عارف ورق الشجر اللي بيتحرك كده ما بيتحركش إلا بعلم ربنا و بإرادة ربنا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فتتطمم بقى شيل الألأ والخوف والفزع شوف إزاي شوف القرآن يقولي من جاء بالحسنة فله خير منه وهم من فزع يومئذ آمنون آمنون اللي عملوا خير في الدنيا المؤمنين الصالحين برضو آمنون في الدنيا مش الآن علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي طمأنينة سكون ويزيد الله الذين اهتدوا هداء تلاقي نفسك هداية في هداية هداية في هداية ما أنت متطمن يعني ما أنتش خايف من حاجة شوفت أول شعبة من شعب الإيمان أعلى شعبة من شعب الإيمان مش أنت بقى مؤمن ما أنت مؤمن أنه كله كله بيده قل لا أملك لنفسي ربنا يقولي النبي اللهم صلي عليه ربنا يقولي الحبيب المحبوب اللهم صلي عليه ربنا بيقول لنور ربنا ما هو النبي نور ربنا نور جاي لنا من عند ربنا قد جاءكم من الله نور ده نور جاي لنا من ربنا سيدنا النبي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ترجمة نور